الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع الآية الكريمة من سورة الجاثية من الآية السابعة إلى الآية الثالثة عشر موضوع الآية الكريمة تهديد الكافرين المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى كذلك من نعم الله تبارك وتعالى على عباده من نعم الله عز وجل على عباده وتهديد الكافرين المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى فلنستمع إلى الشرح الآيات الكريمة حتى نحفظ كلام الله تبارك وتعالى بفهم والله تبارك وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآيات الكريمة من أول الآيات السبعة يقول الله تبارك وتعالى ويل لكل أفاك أثيم عذاب من الله تبارك وتعالى وهلاك لكل كذاب كثير الأثام يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يعني يسمع هذا الكافر آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن تقرأ عليه ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق كأن لم يسمع تلك الآيات المقرؤة عليه فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرتي وهو عذاب موجع ينتظره فيها من ورائهم جهنم آية أبلها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوة أولئك لهم عذاب مهين وإذا بلغه شيء من القرآن الكريم اتخذه سخرية يسخر منه أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم يعني من أمامهم نار جهنم والعيز بالله الله ما أجرنا من النار تنتظرهم في الأخرة ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه ولهم يوم القيامة عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه إلى طريق الحق والذين كفروا بآيات ربهم المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب من رجز أليم يعني عذاب سيء موجع الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذا من نعم الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم سبحانه وتعالى ما في السماوات من شمس وكمر ونجوم وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها جميع هذه النعم من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها فاللهم اجعلنا ممن يتفكرون في آلائك وفي نعمك يا رب العالمين يستفاد من الآيات النعم تقتضي من العباد شكر المعبود سبحانه وتعالى الذي منحهم إياها كذلك نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرا ومنها تسخير ما في الكون لهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه تبارك وتعالى والحمد لله على ألائه حمدا يبارد ظهر في بقائه وصلواته ربنا العظيم على النبي الهاد الكريم التجويد في الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى ويل لكل هنا إضغام من غير غنة لمجيء اللام بعد التنون بالضم ودائما نقول حكم الإضغام من غير غنة إذا جاء اللام أو الراء بعد النون السكنة أو التنوين سواء كان ضم أو فتح أو كسر يبقى ده اسمه إضغام من غير غنة حرف من حروف كلمة طرل أو لر يبقى ويل لكل لا تقف على اللام وتقول ويل لكل خطأ الصح ويل لكل هكذا وأكتفي بهذا الحكم فقط وهو حكم الإضغام من غير غنة والآن مع تكرار الآيات الكريمة مع أداب التكرار الأربع ضع إصبعك على الكلمة اقرأ بصوت مسموع انظر إلى الآيات تفكر في الآيات الكريمة في حال السماع بنية التدبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزننا وذهابهم من وغممنا يا رب العالمين نعم